فاجئتنا يعني احنا دايما في الكورة دلوقتي دايما اقول لهم ما عادش في حاجة سابتة كنت دايما اتعلمت في الكورة ان فيه سوابت لازم واحد زي دعا تسوي اتنين دلوقتي بقى تسوي ثلاثة أربعة خمسة تلاعت في توقيت غريب بتويت غريبة بسيستم انت دايما ليك طلعات في الكتابة وليك سكة ولكن انا ما فهمتش احيانا الناس قالوا بيهزر احيانا الناس قالوا زعلان احيانا الناس قالوا بيضغط بس انا كنت متأكد ان دي سكتك لا يعني انا هاخد من كلامك هو يمكن انت اتفاجئت بس هو الموضوع بالنسبالي انا ما نمتش وصحيت فجأة قررت ان انا هكتب الكلام ده انا قعدت فترة مش قليلة قبل لما اخد القرار كنت بفكر ازاي السيناريو الخروج من النادي الاهلي يوما ما ايا كان بقى سواء انا هقرر قبل نهاية عقدي او انا عايز اروح على كنت دايما من فترة للتانية كان بيجي التخيل كده ازاي العلاقة اللي كانت تلاتين اربعين سنة قبل كده ابتداء من كابتن اكرامي وممتدة متمثلة فيها ازاي السيناريو الخروج يا بشكل عامل ازاي فالموضوع بالنسبالي كان شوية معطيات جمعتها مع بعض وابتديت اخد القرار بعقلي ايه هو قرار الصح اول حاجة بالنسبالي لو رتبت اولوياتك القرار هيبقى سهل عليك بس بدون عواطف او مشاعر الاولاي اللي قولة كانت بالنسبالي هاي العلاقة الوطيدة جدا والممتدة لسنوات طويلة بين النادي الاهلي وعالية اكرامي عمتا ابتداء زي ما انا شرحت لك دلوقتي لان ما حصلش قبل كده على انا معوع ان فيه لعيب قبل انتهاء عادو قرر قبل ماعرف موقف النادي ان هو انا همشي فيمكن هي دي الغرابة جات من الحتة دي ان ما حصلش قبل كده فنادي الاهلي الموقف ده زائد ان التوقيت فيه ناس هتناقش معاك في دي الوقتي التوقيت ليه بالزداد في التوقيت ده بس في النهاية قرار انا شايفه بعقلي انا شايفه هو الانسب يعني توقيتا و وانت ما بيترجعش في قراراتك ما برجعش في قراراتي ما بيترجعش يعني مثلا كابتن اكرامي ما توقيتش تتكلم معاه لان انا فوجدت هلا بكلم طبعا بس تساعد ابدان اكرامي انا اتفاجئت اه لا هو اتفاجئ بالتوقيت والاعلان انما انا اتكلمت معاه في الاوبشن ده بس انا انا في مرجعيتي بيبقى ناس قلالين قوي بس انا دايما بتعود اسمع ما بحبش امشي بالدماغي وخلاص لا اسمع اسمع وافكر واخد وقتي وفي الاخر اقرر يمكن ربنا وفقك في القرار ويمكن لا هل اخدت المشوار مثلا مع كابت ساد عالتحفيز مع مسؤولي النادي الاهلي بس تشريف اكرام ممشي من الاهلي برضو حاجة كبيرة يعني اسم برضو كبير هلك انا بفكر في كذا انا ولا انت ما تنقش لا 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 خالص لكذا سبب هقولهم لك يعني بدون اي دبلوماسية يعني والكلام ده حصل بينه بن كابتن سيد بعد ما نزلت الكلام ده على طول في المكتب اجتماعي انا وهو وهو قال لي نصا يعني شريف انت يعني لعيب كبير ومهم جدا عندنا وانا ما يبقى فيه لعيب ليه تاريخ وليه رصيد وليه جامهرية يخبط على الباب ويتكلم في اي حاجة فقلت له بص يا كابتن انا محترم كلامك جدا انما انا مش مختلف معاك في المبدأ انما فيه شوية حاجات كده محتاجة اوضحها لك انا كابتن فريق اه ممكن اخش اتكلم في نظام فريق في المشكلة في الدريسنج روم في ليحة في المكافئات انما ان انا عدي حاجز معين وهو حاجز الكرامة من وجهة نظري ان انا اجي اقول لك انا مكمل وانا لا اه ده رقم واحد ده رقم اتنين اي كلام من بعيد او تلميح في الموضوع ده هيبان كاني انا اللي بقول يا جماعة انا عايز اعرف انا مكمل ولا ماشي وانا شايف ان دي ما ينفعش تحطي المواقف ده ايه بس في علم الاحتراف انا من حق يخش المدير الفني اقوله انت محتاجني ولا انا دلوقتي بفكر النادي حيجددلي ولا ده في العالم كله هنتكلم احتراف اه طبعا هو احترافيا ما ينفعش لعيب عقده بينتهي تعدي عليه فترة الترانسفر ممكن من حقه انه هو يمضي وما يتفتحش مع الملف وبالعكس يتأجل الملف المارس ده احترافيا وده هياخدنا انا ليه تحديدا اعلنت في التوقيت ده انا اعلنت واحد فبراير واحد فبراير هو نهاية الترانسفر ويندو بتاع يناير يخلص واحد وتلاتين يناير يعني فترة انا ايه لي فيها التوقيع لا اي نادي وواحد فبراير كان عندنا مطش مع الهلال السوداني مطش تأهل فانا اخترت التوقيت ده بناء عانا احترافيا ان فترة الترانسفر تكون انتهت وما تفتحش معايا الموضوع لا بشكل رسمي ولا بشكل ودي ولا حتى بشكل تلميح فدي كانت يعني مزعلات يعني مش عايز اقول مزعلاني لان الكرة مفاش زعل انا وفيه لما يبقى الامور تخش في حتة تعاقدية قوي ما بحاول ان انا اجنب المشاعر قوي يعني المشاعر والود والحب والكلام ده ممكن تبقى علاقتي بالكيان الكبير بعلاقتي بالجمهور انما ما يربطني بالادارة لان الادارة في الاخر الادارة متغيرة ولزي الموديل الفني متغير الادارة جات قبل كده ادارات قبل كده وهيجي بعد كده ونفس الكلام في كل المناصب موجودة كوالفرقة اللي بيربطني بيها عقود ولوايح هي اللي بتحدد علاقتي بالنادي ورقيا تبدأ وتنتهي امتى فبالتالي انا بالنسبة للموضوع كان واضح انا ابتديت من شهر تمانية او تسعة اللي فاتوا اخر موسم ليا طبلي اه